ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله حيث حلت عناصر من السلطة لتفقد الدوار الذي لا يزال يعرف استمرار البناء العشوائي وحسب مصادر جريدة كاش 24 الإلكترونية فإن قائد الملحق الإدارية تعرض لوابل من الحجارة رفقة عون سلطة برتبة مقدمة وعنصر من القوات المساعدة مما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة وكسر وتخريب زجاج سيارة الخدمة وقد تلقى المصابون على إثر الحادث العلاجات الأولية وأظهرت الفيديوهات والصور التي توتق للواقع مجموعة من الأشخاص يحدثون الفوضى ويرشقون قائد قيادة سويهلة وأعوان السلطة والقوات المساعدة ويلحقون خسائر مادية بسيارة الخدمة باستعمال الحجارة ووفق المصادر ذاتها فإن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء أشريطة الفيديو مكنت من تحديد هوية المحارض الرئيسي على أحداث الرشق بالحجارة ومهاجمة قائد قيادة العزوزية وأعوان السلطة وإلى ذلك فتحت مصالح الدارك الملكي بالسويهلة تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة حول حادث الاعتداء على قائد الملحقة الإدارية ومرافقه في انتظار توقيف المتورطين في الحادث